موسيقى أهلا بكم من جديد إلى هذا المجزي الإخباري في حوادث المرور سجلت أحداث الحماية المدنية خلال الفترة الممتدة من بين الثامن عشر إلى الرابع والعشرين يناير الفين وخمسة عشر وفات ثلاثين شخصا وجرحي تسعمائة واربعة واربعين أخرين في تسعمة وأربع حوادث مرور عبر التراب الوطني وأوضح بيان لمديرية العام لحماية المدنية تلقت وكالة الأنبيل الجزارية نسخة منه اليوم الثلاثاء أن أثقل حصيلة سجلت في ولاية بومارداز بوفاة ستة أشخاص وجرحي ثلاثين آخرين تم إسعافهم وتحويلهم إلى المراكز الاستشفائية على إتري 32 حادث مرور في ليبيا قال مسؤول أمني أن سيارة ملغومة انفجرت صباح الثلاثاء أمام فندق فخم في العاصمة الليبية ترابلس بما أسفر عن مقتل ثلاثة حراس وتحاصل قوة الأمن فندق كورنثيا وهو الأفخم في ترابلس حتى يعتقد أن المسلحين المسؤولين عن الانفجار يتحصنون داخله وأقل المتحدث باسم جسد الأمن عصام النعاس إن أحد المسلحين قد اعتقل مضيفا إن قوة الأمن تحاصل الفندق المطل على البحر كما أكدت قناة والنبأ التلفزيونية في ترابلس إن مسؤولين كبارا موجودون داخل الفندق إلا أنها لم تعطي تفاصيل عن الانفجار الذي يشارت بعض وسائل الإعلام من تنظيم داعش المتطرف يقف وراءه تتواصل مشاورات المعارضة السورية في موسكو لليوم الثاني على التوالي بانتظار انضمام وفد الحكومة السورية إليها غدا الأربع وأقلت الخارجية الروسية في بيان لها أن المشاورات تجري في غرف مغلقة بحضور مشاركين فقط بعيدا عن وسائل الإعلام كما نقلت وسائل إعلام روسية عن مشاركين في منتدى موسكو التشوري أن اليوم الأول أعطى إمكانية لأطراف المعارضة لبحث القواسم المشتركة واختلافات الرؤى حول عدة مسائل لجهة الخروج بموقف مواحد خلال المحادثات مع وفد الحكومة في الرياضة سيكون المنتخب الوطني غمسية اليوم مع مباراة مصرية عندما يوجه سينيغال على ملعب ملبو لحسب الجولة الثالثة من الدور الأول عن المجموعة الثالثة في أمم إفريقيا بغينه الاستوائية حيث لن تكون أمامه عدة خيارات في اللقاء سوى تحقيق النقاط الثلاثة والمرور إلى الدور الثاني وذلك بعد خسارته الأخيرة أمام غانا في الجولة الثانية والتي عقدت كثيرا مأمورية أشبال المدرب جوركيف ومن المنتظر أن يجري الرجل الأول للعارضة الفنية للخضر بعد تغييراته على تشكيلته لإحداث الوثبة البسيكولوجية للخضر نهاية موجزنا للإخبار شكرا على المتابعة خلال اللقاء اشتركوا في القناة